قددتنا النهاردة اسمها نورة والشمسية الشطورة الله نورة نورة الشمسية الشطورة شطرين خالص 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 طب يلا يلا بنا نبتدي صحبتنا نورة بنوتة حلوة وجميلة زي جنة وزي صحبات الحلوين كلهم اللي قاعدين معنا نورة صحبتنا صحية الصبح وجاهزت نفسيها وغسلت وشها ورتبت قددتها مع ممتها ولبست لبسها الحلو وخدت الكتب بتاعتها الحلوة علشان تروح على المدرسة نزلت في الشارع مع ماما مبسوطة وبتتنطط وفرحانة خالص خالص لكن الجو كان مغيم قوي 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 وكان في السنة فوق في سحابة بيضة كبيرة مليانة مية كتيرة بصت نورة كده الفوق قالت يا ده واضح ان النطر هتنطر علينا اعمل ايه ده نهدومي ممكن تتغرق والكتبي ممكن تبوز من المية وفعلا يا صحابي لسه بتمشي شوية المطرة نطرت عليها لكن ماما كانت عاملة حسابها وجايبة معاها الشمسية الشطورة بسرعة بسرعة الشمسية الشطورة سمعت نورة بتتكلم قالت لها اوعي تخافي يا نورة انا جاي النهاردة علشان احميك من المطرة كل المية اللي هتنزل دي هتيجي علي انا ومش هتيجي عليك انتي وكل الكتب اللي معاكي بهدومك مش ممكن تبوز من المية قالت لها يا شمسية يا شطورة بس انت كده هتتغرقي قالت لها مش مهم ان انا اتغرق بس المهم ان انتي تبقى كويسة خالص والمية ما تجيش عليك وفعلا يا صحابي نورة صاحبتنا فردت الشمسية جناحتها وغطت نورة خالص والمية ما جاتش عليها لكن بست لفوق كان فيه واحدة سمع الكلام اللي بيحاصل ما بين نورة وما بين الشمسية الشطورة كانت السحابة البيضة الحلوة المليانة مية قالت لها يا شمسية شطورة علشان انتي حميتي صاحبتنا نورة انا هعمل حاجة حلوة وليك عندي هدية صغنطوطة انا هنزل المية بتاعتي والمطرة الكتير علشان تغسل القماش بتاعي وتنظفه من كل التراب اللي عليها وفعلا يا صحابي المطرة بقت تنزل تراخ 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 نظفت كل القماش بتاع مين؟ الشمسية الشطورة فعلا يا صحابي لكن نورة بصت كده للشمسية وقالت لها بس انت كده يا شمسية انتي بقيت مليانة مية خالص 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 لكن كان وراء الشمسية كان في واحدة كده حلوة عادت لتحك كانت الشمس الشموسة كانت ايه؟ الشمس الشموسة بصت كده لصحابتنا وقالت لها يا شمسية يا حلوة يا جميلة يا شطورة انتي برضو ليك عندي هدية حلوة قالت لها يا ترى ايه يا شموسة؟ قالت لها طبعا صاحبتنا السحابة نزلتلك المية وخلت القماش بتاعك نديف بس مبلول لازم تنشفي فأنا هصلت الحرارة بتاعتي على قماشك وهخليك شكلك حلو وجميل وبتل معي قالت لها أنا متشكرة قوي 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 بس أنتوا ليه حبيتوا أن أنت تساعدوني قالوا لها عشان أنت يا نورة ساعدتي نورة يا شمسية يا شطورة ودايما بتساعد كل الناس اللي حواليك أي حد بيحتاج منك مساعدة لازم أساعده أي حد محتاج حاجة عندي وهي عندي منها كتير لازم أديله ولازم أتعلم يعني إيه يبقى عندي عطاء